اشتركوا في القناة 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 ليه قلنا علشان ما يغيبش كتير يعني مش عشان محتاجه فنيا لأ لكن علشان يعرف يسوقه بعد كده في الصيف المركات والصيف اللي جاي بإذن الله وهو رجله في الملعب لكن النهاردة لو أليو ديانج ده لو عمل جراحة في الرجبة مش أقل من ست شهور غياب فساعتها يكون الأهلي مجبر على قيده في قيمة الموسم اللي جاي لأنه مفيش دلوقتي نادي هيرضى يشتري أي لعب مش أليو ديانج بس مبارح كنت بقول نوكولر مش عاوز يجدد لعلي معلول وقالك بالنص كده أو قال كده يعني لجنة التخطيط إنه معلول ما عندوش الجديد اللي بيقدمه مع الأهلي ولجنة التخطيط يمكن عرضت الأمر ده أو عرضت عليه إنه محمد شوكري يرجع تاني والحقيقة نوكولر وافق وافق بعد ما كان رافض في الأول خالص لكن إدارة الأهلي هنا بتحاول إنها تضغط على كولر علشان تجدد لعلي معلول لمدة سنة على الأقل لمدة موسم واحد طبعا تقديرا للي عمله وتقديرا مع مشواره مع الأهلي فهو يستحق نفس الكلام أو نفس الأمر ده مع السلية السلية اللي قدم كتير جدا مع النادي الأهلي كولر مش عاوز يجدد له موسم ولكن الأهلي عاوز يجدد له طيب اللاعب عاوز سنتين أو موسمين لكن طبعا كولر أساسا رافض الموضوع ولا سنة ولا تنين بالنسبة لعمر السلية عموما كولر قال لإدارة أو بلغ إدارة النادي الأهلي إنه هم يأجلوا كل الملفات دي لحد ماتش الكاس ما يخلص دي بالنسبة لأخبار وكوليس النادي الأهلي هنطلع نشوف تقرير في أهم وآخر الأخبار اللي حصلت على مدار اليوم ونرجع مرة تانية حقق الأهلي فوزا على يانج أفريكنز بهدف دون رد في ختم مباريات دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا ليتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة انتظم محمود عبد الرازق شيكبالا لعب نادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق على الملعب الفرعي باستاذ الدفاع الجوي استعداداً للقاء صوار الغيني في الكنفدرالية خاطب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر اتحاد الكرة بموعد تحويل القسط الأول من مستحقاته طالب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي من جهازه الطبي تجهيز تقرير مفصل عن المصابين في صفوف المنتخب قبل إعلان قائمة المنتخب المشاركة في بطولة غرب أسيا الشهر الجاري يستضيف النادي الإسماعيلي فريق بلدية المحلة في السابع من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدور الممتاز قرر الجهاز الفني لنادي طلائع الجيش نقل تدريبات الفريق اليومية لملعب حرس الحدود في ألماضة بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها استاد جهاز الرياضة أكد يورجان كلوب المدير الفني لفريق ليفربول غياب محمد صلاح عن مواجهة نوتينجهام فورست بالدور الإنجليزي بسبب الإصابة طيب نروح لأخبار نادي الزمالك الأمور في الزمالك ماشى بشكل كويس جدا طبعا بعد ما فازوا على الدخلية مبارح في الدوري وإن كان الجمهور الآن شوية علشان هدف الفوز ده جي متأخر الجمهور الآن علشان حاسس يمكن أنه لسه ما فيش أي انسجام بين اللعيبة الجديدة أو الأديمة حتى يعني كمان أنت النهاردة كجماز كنا حتى بنقول إنبارح لسه بيجرب في التشكيل إنبارح نزل ناصر مهر وعبدالله السعيد مع بعض في الملعب لكن النهاردة يمكن فيه حاجة رجعت التفاقل شوية وهي أنه النجم الكبير شيكابالا بيرجع التدريبات مرة تانية الجهاز الفني بيتطمن عليه وهيكون جاهز لماتش تمانية مارس ماتش الكاس أنتوا عارفين طبعا أنه جمهور الزمالك بيحب شيكابالا في الماتشات اللي زي دي أو يكون موجود في الماتشات اللي زي دي يوم الأحد اللي جاي الزمالك عنده مباراته الأخيرة في بطولة الكونفدرالية قدام سوار الغيني يعني ده زي ما كنا برضو بنقول مبارح إنه ده ماتش تحصيل حاصل لأنه الزمالك ضامن تأهله كمتصدر للمجموعة وبالتالي جمس قرر إنه المباراة دي هيجرب فيها يعني بعض العناصر اللي كانت بعيدة عن التشكيل في الفترة اللي فاتت يعني ممكن نشوف تشكيل الزمالك بكرة يوم الحد يعني ياسر حمد محمد عاطف أحمد حمدي سف الجزيري الجزيري متيابة سيد نمار وهكذا فمباراة سوار الغيني دي مش عاوزة أقول عليها يعني سهلة بالنسبة لنادي الزمالك ومش عاوزة كمان أقول إنها بروفا الماتش الأهلي لأن انت عندك لعيبة كتير جدا جدا هتغيب عنها ولكن برضو هي تجربة كويسة كويسة للمدير الفن الجديد علشان يشوف برضو كل العناصر الجديدة أو القديمة في الفرقة وبإذن الله يعني كل التوفيق لنادي الزمالك في بطولة الكونفدرالية بالنسبة لكاس مصر بقى فالزمالك على عكس الأهلي قرر إنه يسافر بدري حبتي هيسافر للسعودية بدري وجمز عايز يسافر يوم لتنين يعني تاني يوم ماتش سوار الغيني على طول ويتضرب في السعودية بداية من يوم الثلاث إن شاء الله فبمناسبة طبعا الكاس وطبعا لا صوتها يعلو فوق صوت مش عايزين نقول معركة بس طبعا كل الأنظار متوجه ناج دلوقتي من دلوقتي مبارح كان في كلام كتير جدا عن حكم المباراة من سيقود التحكيم وقال لك الأهلي والزمالك طلبوا رسميا حكام أجانب وحتى سمعنا يمكن تصرحات أو كان كابتن أحمد سليمان كان بيقول مبارح إنه إحنا طبعا عايزين أو يعني بنأمل في طاقم حكام أجانب وبتاعه كده بس أنا عاوز أقول لكم إنه رسميا رسميا لا الأهلي طلب ولا الزمالك طلب ولا بعتوا حتى الاتحاد الكهرة عندنا يعني لجنة الحكام يبدو إنها استقرت بشكل كبير جدا جدا على محمد معروف ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي ربما يكونوا لسه بيكلموا طاقم أجنبي يعني يمكن لسه هنشوف خلال اليومين اللي جايين بتتكلم لسه في 8 أيام يعني 7 أيام الموضوع هيتم محاسمه وعمتا إحنا كلنا ثقة فحكمنا المصريين يا جماعة بنكررها تاني وفي نفس الوقت لو حكم أجنبي ما فيش مشكلة خالص المهم يطلع الماتش شكله كويس ويليك بحجم الفرقتين وما فيش أي فريق الزلم النهاردة كان فيه ماتشين في بطولة الدوري فاركو فاركو ما بيكسبش خالص أنا مش عارفة إيه يعني النهاردة يعني قدر يفوز على البنك الأهلي بهدف قاتل في الديقة واحد وتسعين وده تاني فوز له يعني في بطولة الدوري رصيده النهاردة عشر نقاط فقط وبقى في المركز الستاشر المباراة التانية كانت بين سيراميكا كيليو باترا والمؤولين وكسب سيراميكا بهدفين فيهم هدف طبعا جميل لأحمد ياسر ريان فأول يعني كانت تقريبا فاول حطها بشكل حلو قوي فيه كده إيه خداع لحرس المؤولين عامر عامر وكل ما بيسجل الهدف أحمد ياسر الحقيقة بفتكر فرصته في ماتش السوبر اللي كانت سهلة قوي 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 دي وايه وضيعها يعني الحقيقة فبيضيع السهل وبيحط ده جول الحقيقة رائع جدا جدا الحقيقة من الأهدف الصعبة والجميلة في نفس الوقت اللي سجلها النهاردة أحمد ياسر ريان دوريات في أوروبا بقى ايه اللي حصل فيها الأسبوع ده ليفربول ما شاء الله مكسر الدنيا آآ وبرغم كل الغيابات يعني بيلعب بشبابه يعني بيلعب بصغار السن وريال مدريد برضه ماشي زي الأطر في الدور الأسباني محدش يقدر يوقفه ايه اللي حصل النهاردة في الملاعب الأوروبية نشوف ده ونرجع تاني أو نطلع لفاصله ونرجع تاني نستقبل ضفنا الأستاذ شتيف عبدالقادر نقضنا الرياضي الكبير عندنا كلام وكواليس عن الدور المصري ونهائي كاس مصر خليكم مع الكلاسي بتتواصل المنافسة القوية في الملاعب والبطولات الأوروبية والأسبوع ده فريق ليفربول إدري حقق بطولة كاس الكارابو بعد الفوز على تشيلسي بهدف المدافع الهولندي في الوقت القاتل من الشوت الإضافي الثاني عشان يواصل الفريق انطلاقته القوية حتى رغم إصابة عدد كبير من لعبيه وأوله من نجم المصري محمد صلاح كمان ليفربول واصل تصدره للدور الإنجليزي برصيد 60 نقطة وفارق نقطة واحدة عن منشستر سيتي صاحب المركز الثاني اللي كسب بورنموس 1-0 وواصل للنقطة 59 وفي المركز الثالث أرسنال برصيد 58 نقطة بعد ما اكتسح نيوكاسل بربعية عشان يستمر الصراع السلاسي على صدارة البريمير ليج وفي الليجة انفارت برشلونة بالمركز الثالث بعد فوزه الكبير على ختافه بربعية في الوقت اللي تعادل فيه أتلاتيكو مدريد قدام المريا أما الصراع على الصدارة فما كانش فيه أي جديد بعد فوز ريال مدريد على إشبلية بهدف ووصوله للنقطة 65 بفارق 6 نقاط كاملة عن الوصيف جيرولا برحب حضرتكم مرة تانية وبرحب ضيفي العزيز جدا الأستاذ شريف عبدالقادر الناقد الرياضي وهو طبعا عارف ليه كويس زيك أستاذ شريف أهلا بحضرتكم أهلا مشاهدي منورني كل سنة وحضرتك طيب سعيدة جدا النهاردة أن حضرتك مشرفني كلام كتير قوي بقى عن المؤجلات وعن الشكل الجديد اللي بيشبه الدور البلجيكي مع أن الدور البلجيكي ده لا يشبهنا ولا نشبهه بأي شكل من الأشكال بس خلينا الأول نبدأ بماتش الأهلي أمام وعايزة أسأل حضرتك النهاردة يعني ثلاثة فوز في دور المجموعات وراء بعض كلين شيت بتتكلم في صدارة المجموعة الأول مرة من 2019 تقريبا هل الأهلي بما يحققه في دور الأبطال يؤهله بالفوز بالكاس على الزمالك يوم تمانية مارس إن شاء الله لا لا مش مقياس طبعا مش مقياس نتائج دي مش مقياس ولكن هي بتحط الأهلي في طريق نحو احتفاظ باللقب يعني دي مؤشر جيد إن الأهلي الموسم ده أو النسخ ديم البطولة مركز بشكل كبير جدا طبعا كانت الأربع نسخ في الماضية كان الأهلي بتقاهل بصعوبة كنا بننتظر لآخر مباراة وكان التقاهل في أقدام الأندية الأخرى يعني كان بمساعدة أو بنتائج الأندية الأخرى اللي معنا في المجموعة لكن أول مرة يبقى التقاهل من المرحلة الخامسة أو من الجولة الخامسة عارفين نحن متاهلين كان المباراة اليوم تحصيل حاصل لتأمين الصدارة فقط بدليل حتى المباراة النهاردة المباراة هادية جدا الفوز منطقي لنظر الفريق الخبرات والتجربة والتاريخ كل حاجة بتصب في مصلحة الآلي أمام بيانج أفرانز فريق هانج أفرانز أفريق فريق يعني مميز جدا وفريق عنده لعبة مميزة جدا ولكن خبرات لعب الأهلي حسنت النتيجة التغييرات كان لها برضو شكل يعني قدت ثقة أكبر استعداد أكبر لمباراة الكاس نائي الكاس أمام الزمالك لكن بصورة طبيعية الأهلي تههل ده بيدي حوافز وبيدي أفضلية لنادي الأهلي أنه أعلعب المباراة دول ربع نائي مباراة الزهاب بره أرضو عنده فرصة أن مباراة الإياب تبع على ملعبه تدي له أفضلية أكبر تدي له أدبانش أكبر لتأهل لنصف النهائي والنهائي إن شاء الله الآن لي بتغير في الأدوار الأقصائية عموما بالتأكيد طبعا لكن مالهاش علاقة أنه أتأهل كمتصدر أو كوصيف في المجموعة لأن النسخ اللي فاتت تأهل كوصيف ووصل للنهائي في الأربع نسخ وقلنا بنتفائل حتى وفاز باللقاب ثلاث مرات من الأربع نهايات واللي وصلنا فمالهاش علاقة ولكن ده بيدي حافز كبير جدا أنه أنت بدون خسارة يعني المستوى ما كانش فيه أفضل حالاته تأثر كتير بالغيابات طوال مشوار لدور المجموعات اتعرض لزروف صعبة غيابات بالجملة توقف البطولة عشان نظراً لمشاركة المنتخب في أمم أفريقيا كل ده أثر شوية على مرضود النادي الأهلي وعلى الأداء تراجع فني غياب بشهر ونص وبعدك نلعب مع شباب الوزداد كان الأداء صعب جداً في الجزائر وشوفنا تغلق مصطفى شبير وكان شباب الوزداد أفضل أيضاً الشوت الأولاني أمام ميديامة كان ميديامة أفضل وكان ممكن يسجل لو تغلق مصطفى شبير وياسر إبراهيم ربنا يشفي يعني النهاردة يعني مبرامة مرتاحة أنت مريح ومتعاهل فما عندكش مشاكل وبتلعب بعصاب هادية وما فيش مشاكل بتلعب على الصدارة بتلعب بس على أن تتأمن موقفك كمتصدر المجموعة تعادل أو الفوز يوصلك لصدارة المجموعة فوزت بخبرات لعيبتك وبمهارات فردية من علي معلول وحسين الشحات خلصوا الجيم وتاهلتك كمتصدر المجموعة الأهلي خد اللي هو عايزه زي ما باختصار الكلام الأهلي والمنافسين في ربع النهائي هل عندك يعني أنت عندك مزمبي أو ساندونز سمب أو الوداد عندك الترجي أو الهلال تفتكر بقى مين تضحك لين من الأسهل تبعيز الأهلي يطلع تاني يلعب أسي عشان تبعد يعني تجري من من ساندونز عندك فرصة أكبر تبعد عن الترجي أو الهلال تبعد عن الوداد أو سمبا تبعد عن مزمبي مثلا أو ساندونز فتبعد شوية لكن خلاص أنت دلوقتي متصدر وعندك أفضلية أنت تلعب ماتش القياب في الدر بالنهاية على ملعبك حتنتظر بكرة نتائج المجموعة الثلاثة حيلاعب جالاكسي البتسواني على ملعبه الوداد أه عنده ماتش على ملعبه ولكن أمام أسك متصدر المجموعة محتاج للفوز ولكن محتاج أن سمبا يتعادل أو يخسر أمام جالاكسي وجالاكسي ده متزال ترتيب المجموعة نفس الشيء الترجي تاني المجموعة وهيلاعب الهلال والهلال محتاج أنه يفوز الترجي عنده فرصتين يتعادل يكسب ويبقى تاني المجموعة فالفرص بتدي أفضلية للترجي والهلال سانداونز محتاج بكرة الفوز لسببين السبب الأول أنه يتصدر المجموعة السبب التاني الفوز ده هتديله الفرصة للوصول لنهايات كاس العالم بتديله تصنيف أعلى يوصل به لنهايات كاس العالم منافس الأهل المحتمل أو زي ما احنا قلنا كنا حتى بنقول كده في الانترو ما زينبي أو سانداونز هيتحدد لسه بشكل رسم المجرى سينب أو لوداد وترجي أول هلال يعني طبعا يعني هي خلاص انت دخلت في الهدور تتوقع مين يا أستاذ شريف هتبقى قرعة يعني لكن طبعا سينب عنده أفضلية لا مين الأسهل بالنسبة للأهل لا مفيش حاجة سهلة خلي بالك كرة في تنزانيا متقدمة جدا للفترة الأخيرة يعني بيعندك فرقتين من تنزانيا سينب أو يانج آفكانز ووصلين لدور المجموعات وترشح منهم فريق يانج آفكانز وسينب عنده فرصة كبيرة جدا سينب اتطلعتها في الدوري الأفريقي ها وطلعتها ها أم أفريقيا مازنبي وصينداونز مازنبي طبعا ملعب سيء جدا يعني أنا ألعب في صينداونز في جنوب أفريقي ألعب أحسن من ما روح ألعب في كونغو ملعب سيء جدا ملعب أرضية أنجيل صناعي وملعب دي فتراجي والهلال مش هتفرق كتير يعني التراجي والهلال التراجي طبعا فريق متمرس جدا في دور الأبطال الهلال طبعا بنواجه صعوبات كتيرة لما كنا باللعب في سودان جماهير والكلام ده كله حتى واللعب بدون جمهور بيبقى فيها حساسية كبيرة بين الأهل والهلال لكن التراجي هيبقى المقبرة يعني فيها ندية كبيرة خاصة بعد التعقدات الجديدة اللي عملها التراجي في انتقالات الشتاء بس احنا يعني خلينا صرحة أكتر واقعين أكتر الأهل يعني يمكن كعبه عالي على الفرق دي كلها فيما عادة سانداونز صح؟ في الفترة الأخيرة طبعا يعني مشكلة كبيرة سانداونز يعني بيبقى فيه تخوف من مواجهة سانداونز في دوار الإقصائية آه سانداونز لكن في النهاية الأهل بيبقى بطل أفريقي يعني معظم مرات لسانداونز فاز فيه على الأهل كان الأهل في النهاية بطل أفريقي حتى لما واجه الوداد في قبل النهاي وكنا متوقعين وتفوق على الوداد الوداد كزا تعادل معاه وصعد للنهاي وإحنا وقبل الأهل يعني في النهاي يعني أه صعب ولكن خبرات بتفرق برضو أعتقد بس هي فرقة كورة سانداونز عندهم ميزة كبيرة جدا إن هم فرقة كورة ودي حاجة مميزة جدا أنت بتواجه فريق بيلعب كورة مش خشونة مش عمف مش داع وقت والكلام ده كل فده يعني ده كويس والأهلي دلوقتي عنده عناصر مميزة جدا الفترة الأخيرة دي خاصة بعد وجود وسامة أبو علي كمهاجم يعني الأهلي لحد كبير وجد ضلاته في مهاجم وحل المشكلة اللي كانت يعني بتقرق جماهيره وبتقرق الجهاز الفاني ومجلس الدارة في الفترة الأخيرة مهاجم جيد قادم بشكل مميز جدا وجود مودست برضو بي يعني بدأ ياخد كهرباء ويقولوا إننا أنا عايزة أقوف عند الكهرباء بص يعني أنا سمعت حضرتك في الانترو وتتكلمي على إن كولر قال إن هو نمر ثلاثة إحنا طبعا مش شايفين الكواليس وخلف الأبواب طبعا مش شايفين التدريبات ولا إيه اللي بيحصل ولا إيه اللي بيتم بشكل كبير بس هل يعقل فعلا إنه كهرباء يجي في المرتبة الثالثة على الأقل بعد مودست نخفل دول كهرباء الموسم الماضي يعني الموسم الماضي كهرباء كان مؤثر بشكل قوي جدا سواء في بطولة الدوري أو كل البطولات اللي شارك فيها بطولة الدوري كاس سوبر بطولة أفريقيا وكان هدف الأهلي السنة فاتت في أفريقيا والهدف بتاعه خده حسن هدف في دوري أبطال أفريقيا وكان في الهلال بالمناسبة كان مؤثر جدا مع الأهلي بشكل كبير جدا وكان الأهلي موجود فيه أكتر شادي حسين وكان فيه صلاح محسن لكن كان كهرباء متميز جدا وكان هو المهاجم رقم واحد وكان عندك لسه محمد شريف مراحش السعادية وكان محمد شريف موجود وكان موجود صلاح محسن وشادي حسين كل دول كان موجودين كهرباء كان هو بتصدر قائمة المهاجمين في النادي الآن ده تصريح تحفيزي من كولر تصريح تحفيزي تحفيز لكهرباء كهرباء طبعا يعني مش عايزين نغفل أو نداري على قصة أنه هو مراح مسافرش عشان يحضر حفل الزفاف واختوه والكلام ده كله ده جزء إنساني ولكن مش مركز ممكن يكون مش مركز ممكن يكون مستوى متراجع فالتصريح ده مش معناه إن كهرباء بعيد عن قائمة المهاجمين ولكن ده تصريح تحفيزي لكهرباء إنه يرجع ويرجع بشكل قوي خاصة أنت داخل على مباراة مهمة وكهرباء حيبقى له دور فيها مباراة الزمالي ما ده اللي عايز أسأل فيه بس حضرتك بتقول تصريح تحفيزي له لكهرباء طبعا هل فيه حاجة اسمها تصريح تحفيزي لللاعب وغيبه ثلاث ماتشات وراء بعض ما لعبوش ولا ماتش بس مش عايز أقوله إن ده إجراء عقابي مش عايز أقوله إن ده إجراء عقابي عن غيابه عن مباراة ميدياما في غانا ولكن هو إجراء بيحط أسلوب عمل إن أنت غيبت عني في مباراة فأنا فيه مباريات مهمة ممكن ما تشاركش فيها يعني أنت زي ما أنت أسرت معايا في مباراة أنا ممكن ما أبقاش أعتمد عليك في مباريات تانية ولكن كهرباء موجود وموجود بشكل قوي وكهرباء لعيب مؤثر مؤثر بشكل قوي جدا بدلينه كان موجود في منتخب مصر في أمم أفرغي أمم ألعبش ولكنه كان موجود لأنه لعيب مهم وحيكون ليه دور في مباراة الزمالك وده زي ما قلت وبكرر ذات تصريح لعودة كهرباء إلى سابق مستوى القوي والمؤثر في قائمة النادي الآن غضب كولور ده ممكن يمتد اليوم 8 مارس يعني ممكن نشوفه نشوف فعلا كهرباء ما بيشاركش في نهاية كاس مصر مش حاجة أقوله عليه غضب ولكنه بيضع نقاطه الحروف هو قالك الموضوع في إيد كهرب في الآخر يعني الدهل وكده هو رمى الكرب ملعب بس فكرة بقى أنه هو مش مركز في الملعب الفترة الأخيرة دي ممكن يكون سببها إيه لا مش حكاية مش مركز في الملعب هو يعني طبعا قصة من ودهة نظر المدير الفني الحمد لله أنه هو خلص المشكلة بتاعته مع نادي الزمالك وسدد الفلوس ده ممكن يكون يعني كان عمله وعدم تركيز بالتأكيد ده بالتأكيد طبعا مشكلة كبيرة وبقى أنه خمس سنين فيها وفيلم بقى أنه مسلسل وكل يوم حيدفع إمتى لا مش حيدفع لا حنأجل لا حننطعن لا حنستقنف فيلم كبير عايشين فيه ومع ذلك الكهرباء كان بيقدي وبيقدي بشكل قوي وكان مؤثر جدا في مباراة حاسمة ومؤثرة في البطولات اللي شارك فيها الأهل الموسم الماضي ولأهل الموسم الماضي عامل الموسم والأروع خمس بطولات من أو ست ست بطولات من سبع ألقاب اللي أعب فيهم من نادي الآن يعني خسر بطولتين من ثمانية فعايز أقول لا يعني كهرباء أكيد كان بعيد مش مركز الفترة الأخيرة دي غيابه عماتش مديامة ده كان لازم بباله رد فعل ورد فعل قوي ورساله لكل اللاعبين أنت مش موجود طالما أنت مش مركز معايا طالما أنت مش يعني مش عايز أقول متفاعل مع الفريق بشكل مهم أو متغلب مصلحتك الشخصية أو جوانب إنسانية أو اجتماعية عندك على مصلحة الفريق في مباراة هل بالك مباراة مديامة دي لأهلة أي نتيجة أخرى كانت حتدخل الأهلي في حسابات أخرى الفوز كان عدم الفوز كان هيدخل الأهلي في حسابات أخرى وكان حيبقى شاباب بلوزداد لسه عنده أمل ويعني جهف لكي تصدر المجموعة فهتدخل حساباته الفرق الثانية هاي اللي تتحكم فيه فأنت كان المباراة مهمة يعني اللي عايزة بس يعني عشان نختم بقى الملف ده ونقفل على موضوع محمود كاربا محمود كاربا ممكن يشارك كأساسي مش مجرد في قيمة كولر ممكن نلاقيه بيشارك أساسي يوم الجمعة الجاية إن شاء الله قدام الزمالك على مقعد البودلاء على مقعد البودلاء لا مش هيبقى أساسي بس في القيمة لا أعتقد إن البداية هتبقى وسامة أبو علي مين اللي يلعب أساسي؟ موضسة ولا وسامة؟ وسامة أبو علي وسامة أبو علي هو أقل الخطوط في الزمالك دلوقتي حتى بعد الاستقدامات أقل الخطوط تماسكا هو خط الدفاع وسط الملعب بقى قوي جدا بوجود عبدالله السعيد وناصر ماهر وتألق الفترة الأخيرة دونجا لا بقى قوي ده وسط الملعب وبقى فيه أكتر من عنصر مهم يقدر يصنع الفارق في وسط الملعب لكن أقل طبعا اللجوم طبعا شكبالة وزيزو لسه نتكلم في الزمالك كتير بس احنا نزلنا عند السادة القاهرة بعد مباراة الأهلي وينج أفريكنز بنشوف رأي الجمهور في هذه المباراة قبل نهائي كاس مصري خلينا كده نروح نشوف الجمهور قال إيه ونرجع تاني في الكلاسيكو اسأل على الأهلي وقضوا لهم هيقول لك واسع للعق وكفايا على الأهلي من الأهلي ضغطوا من أول الصدر أحنا الماطش كنت عايزينه يبقى أقوى من كده شوية الأهلي ضايع أجوان كتير كتير جدا بالذات مودست يعني ضايع كتير قوي مهم حاجة أن احنا بينا على قمة المجموعة والأهلي رجع تاني يشرفنا كالعادة أولا دا كان كويس طبعا حلو جدا لعبة تعبت وحنا ضايعنا أجوان كتير قوي 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 بصلاحة وإن شاء الله تتعاوت وماتش الكاس إن شاء الله حسنا ماتش كويس الحمد لله تعالى أول مجموعة من غير أي هزيمة إن شاء الله بإذن الله نستنى الأهلي إن شاء الله إحنا دايمة دايا حمدوه الله فرحانين أفريكا دي بتاعتنا بس أهم حاجة بقرب هنركز لجمعقة اللي جاية ده اللي إحنا متعاودين منه من يدي الأهلي دايما دايما بيفرح جمهوره دايما متعاودين على الأداء الممتعة ومتعاودين عن الانتصارات والبطولات إن شاء الله وإن شاء الله د LEGO الأبطال السنياتي بتاعنا إن شاء الله وكاس إن شاء الله فوز كبير والحمد لله الأول ألف مبروك الأهلي كان عمل مبارية جيدا إن شاء الله وإن شاء الله القادم بالقادمة بإذن الله عندنا جون كبير مصطفى شوبير وربنا يبارك لجمال الف الف 0 مبروك للنادي Gold bayli وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله وأفضل وبإذن الله البطولة لبي Parkinson الف وبروك للنادي الاهلي والنهاردي عمل أداء كويس وإن شاء الله بيوم الجمعة في نصيبنا إن شاء الله إن شاء الله البطولة هتبقى إهلوية وإن شاء الله هناخده ببطولة. ده مش جديد على الاهلي وان شاء الله دي تمرينة بالنسبانها لغاية ماتش الزمالك وده كده كده ماتشنا بإذن الله وافريكا دي بتاعتنا اصلا. النهاردة الناس يعني اه حضرت او حتى بيشوفوا الماتش النهاردة وحتى في واحد من الجمهور قال لي خلاص بقى افريكا دي بتاعتنا بس كل الناس عينيها عكاس. كله مركز في يوم الجمعة الجاي ده ان شاء الله هنشوف زي ما قولنا مبارح احتفال او كرنفال كبير جدا جدا ما بين اكبر ناديين في مصر وفي الوطن العربي الاهلي والزمالك. ظروف المباراة. ظروف المباراة. اه صح. والاجواء المحيطة وكونها اول مرة بتلاعب بره مصر وفي المملكة العربية السعودية والجواز الممنوحة. المقدمة طبعا. المطبع. للبطل وحتى الوصيف. فكل ده مدي اهتمام اكبر ومدي زخم للمباراة والحضور الجماهير المتوقع يعني زي ما اسمعنا ان في خمسة مليون واحد عايزين بطلبين تذكر والملعب اصلا عشرين الف. آه 30 حوالي 30 يعني فده مدي زائد بقى الحساسيات بين جماهير الناديين والأفضلية وصفقات الزمالك الجديدة آه عايز أتكلم فده جومز مدير فاني للزمالك الجديد عنده صفقات جديدة ماشي في بطولة الكونفادرالية كسب ابو سليم بشكل كبير جدا طبعا كسب الدخلية مبارح برضو هل ده يدي له الأفضلية في ماشي كاس يوم الجمع إن شاء الله؟ لو بصنا على المباراتين سواء ابو سليم أو ماشي الدخلية هلأ حس إن هو بيجرب آه لسه بيجرب بيستكشف بيستكشف آه يعني هو لسه لم يستقرش على الشكل النهائي للفريق ولكن تشعري إن في حاجات كانت مش موجودة بقت موجودة وهي الحرص الدفاعي طريقة استخلاص القرى بسرعة يعني دي كانش موجودة يعني الزمالك كان يعني الضغط على المنافس ونصر ملعبه آه آه الزمالك كان سهل جدا توصل مرماه في أي وقت آه طوال المباراة ده ما بيحصلش بقى فيه دفاع متقدم فيه ضغط عالي كل دي حاجات مكادش موجودة للفترة الأخيرة خاصةً ها يام أساريو يوم كانت يعني مع الكبتن من معتم الجمال كانت بدأت ملامح تظهر آه ولكن تثبيت الخط القلفي بشكل كبير جدا عودة فتوح آه دي هتبقى مؤسرة بشكل جيد جدا خاصةً بعد إصابة عبشافي ومشيان حتم سكر وعبدالله جمعة فده كان مركز مؤسر جدا وإصابة نضاي حتى اللي عاولوا يعوضوا بيه أبراهيم نضاي عاولوا يعوضوا بيه مركز زايرة الأيسر كل دي حاجات بانت في المطشين ولسه هتبان في المطش صور الغيني بس ما ينفعش نفضل نستكشف ونجرب يوم المطش طبعاً مباراة الآله هيبقى لها شكل تاني وتشكيل تاني ووسط ملعب تاني لا مش هيبقى كده يعني مبارح بيلعب مثلاً أمام الدخلية بيلعب ناصر ماهر وزيزو وعبدالله السعيد واسيب جعفر كل ده في نص الملعب ده مش هيبقى قدام الأهلي كده ما أنا بتكلم على كده هل الملعب يستحمل ناصر ماهر وعبدالله السعيد لا مش هستحمل الدفاع الزمالك مش هستحمل ده وده إنه هو يشيل حمل ده كله إن دي لعيبة برضه أدوارها لجومية أكتر من أدوارها الدفاعية فده لا حيتغير خالص والفكة يتغير يبقى لازم يلعب يا عبدالله يا بناصر حد منهم طبعاً مثلاً مثلاً يبقى عبدالله جنب دونجا تمانية تمانية طبعاً ودونجا ستة وقدامهم مثلاً ناصر ماير وقدام مثلاً زيزو أوباما ناصر منسي أو الجزيري كده يعني فيه مختلف طريقة اللعبة طبعاً الأهلي غير أي حد من اللي قابله في الفترة الأخيرة الزمالك يعني فطبعاً كل مباراة هيبقى لها ظروفها لكن هو الغاية دلوقتي بيستكشف بيجرب بيحاول يرسى على تشكيل أمثل لمواجهة الأهلي في نهاية الكاس لأن ده مباراة برضو إقصائية يعني لابد من فائس فيها ما هياش مباراة تتعوض فيها ما فيش تعويد فيها فالوضع هيبقى مختلف جداً ويمكن عشان كده هو بيفكر يسافر بدري عايز يعمل معسكر مغلق بدري يحفظ لعبته أكتر ياخد على الأجواء أو برضو هو عندوش خبرات كبيرة قوي في المباراة بتاعة الأهلي والزمالك عايز تفرج أكتر على المباراة سابقة يشوف طريقة لعب الأهلي كلام ده كله آه ليه تجارب في دول عربية كلام ده لكن مالوش تجارب في الكرة مصرية فكل ده عايز يعني يبقى فيه حالة تركيز شديدة في الفترة الأخيرة دي مين اللي شايفه أكتر من الفرقتين عنده رغبة أو عنده دوافع أو عنده رغبة في أنه يبقى محتفظ بالكرة وينزل يهاجم الأهلي اللي يعمل كده ولا الزمالك بصي يعني المباراة طبعا كل يعني مباراة الزمالك والأهلي أو الزمالك في الفترة الأخيرة دي نتيجة كانت محسومة الأفضل بيفوز في السنوات الأخيرة دي الأفضل هو اللي بيفوز والأجهز هو اللي بيفوز ده دائما دوافع الفترة الأخيرة لكن مثلا في التمانينات ومثلا في التسعينات كانت نتاجة غير متوقعة يعني ممكن يحصل أي حاجة في المباراة يعني مش لازم كان الأفضل يفوز يعني فريق الأحلام كان مقصر الدنيا وجيه قدام الأهلي وتغلب في التسعينات وفي التمانينات مثلا الأهلي بيلعب بالناشئين والزمالك بيلعب فول تيم وتغلب فما كانش ليها مقاييس وإن هاي القاردة برضو الزمالك كمسك الكورة والأهلي هو اللي كسب يعني بس دي لها حسابات لأنه أنت مسك الكورة ما كسبتش ليه يعني ماشي أنت مسك الكورة اللي بنرجعها دايما للتوفيق لكن في الفترة الأخيرة الأفضل هو اللي بيفوز واللي عنده دوافع وعنده سكواد أعلى وعنده ديكة بودلاء أقوى هو اللي بيفوز وبيتسغل ديكة البودلاء بتاعته بشكل جيد هو اللي بيفوز طبعا الزمالك مر بظروف صعبة جدا الفترة الأخيرة غياب القيد أسوريو وطريقة دارته للفريق في السنة الأخيرة دي كانت سيئة جدا غريبة شوية وغريبة جدا وأثرت على شكل الفريق وعلى نتائجه كان شفت مغو الدفاع أصلا مع التعاقدات الجديدة والإدارة الجديدة لا الشكل بقى أفضل وتحس إن فيه روح جديدة في الفريق بيعندهم دوافع كبيرة الآلي طبعا معروفة دوافعه في أي بطولة بيخشها بيبقى حريص جدا عن النفوذ بأي لقب بيخش يعني ما تعودنا فالكفتين متساوياتين والأفضل اللي حيب عنده دوافع وعنده استخدام جيد وتركيز لعيبة اللي هو مين اللي هو مين من الفريقين برضو ما جاوبتينيش لا يعني مش حاضر لا ما نقدرش نقول في الوقت الحالي ده لو من شهر يعني في ديسمبر ديسمبر اللي فد يقولك الأهلي يكسب بعد انتقالات يناير دي لا كفتين يعني إلى حد كبير كفت إذا مالك عالية شوية فداته عبدالية لكن ممكن يعني أقول 55-45 لصالح الأهل 55-45 برضو نسبة قريبة جدا نسبة قريبة جدا لصالح الأهل اللي برضو في حالة انسجام لسه شوية روح المعنوية عالية كمان اللي بيحققوا في دور نواية في الزمالك عالية برضو وصلوا لزر ربع النهائي في الكنفترالية ماشيين كويس يعني بدت التصارات تعود في الدوري بفوزة الداخلية بعد هزيمة أمام المصري وتعدل أمام بلسماعيلي لا فيه روح جديدة واستقرار الإداري ده كان أهم حاجة فيه هدوء في النادي ما فيش مشاكل أزمات المادية كلها تحلت كل الوعود اللي تقال عليها في الاتخابات بدأت طبعا تتنفس طبعا هتحقق يعني الأجواء الهدية بين الناديين حتى أثرت على شكل العلاقة بين الناديين كل ده عايزين نشوف كرنفال بعيدا عن النتيجة عايزين إن شاء الله نشوف كرنفال يوم الجمعة جاية إن شاء الله طيب إحنا لسه بنتكلم عن هذا الكرنفال مين دكت بودلاء وأقوى مين الأوراق الربحة اللي ممكن يعتمد عليها أي من المديرين الفنيين بالنسبة للأهل والزمالك نسمع الإجابة دي بعد الفصل خليكم مع الكلاسيكو في كلام بيتردد دلوقتي من شوية صغيرين جدا إنه احتمالية برضو إنه اللعبة النادي الأهلي أو الجهاز الفني للنادي الأهلي يسافر يوم الاتنين اللي جاي كنا منتكلم في الأنترو إنه كولر بيرفض ده علشان يمكن اللعبة ما تتشتتش تروح على الماتش على طول تكون مركزة بشكل كبير لكن اللي احنا عرفنا من شوية قليلة جدا جدا إنه احتمال الأهلي والزمالك يكونوا موجودين في الرياضة إن شاء الله يوم الاتنين اللي جاي استعدادا طبعا لنهائي كأسة مصرة الأستاذ شريف عبدالقادر أنا قد رياضي برحب بيك مرة تانية منورني كنا منتكلم عن دكة البودلاء مين اللي عنده أوراق ربحة أكتر فيما يتعلق بالبودلة يعني هيشتغل عليها في نهاية كس بس خبرات دكة البودلاء الأهلي أقوى خبرات دكة البودلاء الأهلي في التعامل مع المباريات دي خاصة المباريات الزمالك أقوى وده حيديهم أفضلية يعني منيجي نبص مثلا هنقول على دكة البودلاء مين مثلا كريم فؤاد عمر السلية وكهرباء مين تاني ممكن هو موجود على دكة البودلاء أفشا مودست أفشا مثلا بلاش مودست يعني بلاش مودست أو يعني مين تاني ممكن دول بيدوا الأفضلية للنادي الأهلي إذا كان مزع حيبتدي بحسين الشحاة حيبقى موجود رضا سليم على دكة البودلاء فخبرات دي لعيبة مؤسرة يعني لما ينزلوا يغيروا نتيجة تقلب المتش آه فهمني لكن مثلا لو امتدى مثلا في الزمالك مثلا بشكبالة وعبدالله السعيد مثلا دول خبرات في الملعب من بداية المباراة أكيد لعيبة كبيرة ومؤسرة وعندهم حلول واصنعوا الفارق دي خبرات مؤسرة من بداية المباراة على العكس في الزمالك اللعيبة معظمهم شباب أو لسه جايين في الصفاقاء يعني زياد محمد شعاتة زياد كمال اللعيبة اللي جابوهم من طنطة آه عاطف أو من بلد المحلة عاطف والكلام ده فلعيبة لسه ما عنداش خبرات التعامل مع مباراة كبيرة حتى البودلاء اللي موجودين قدام برضو ما عندهمش خبرات التعامل مع مباراة الآله وزمالك زي دول يعني بيصنعوش الفارق لكن أول بداية ممكن يكون الموجود عبدالله وشكبالة مثلا وناصر منسي وناصر ماهر دول عندهمش خبرات لكن ممكن يكونوا في البداية بيبهوش موجودين على ديكة البودلاء فديكة دولة هي تبقى أقوى أهم حاجة بس أنه المشهد ده في الأول وفي الآخر نخرج بشكل يالي قبيل بالتأكيد وبحجمه واسمه مصر في النهي بالتأكيد يعني خلاص يعني بعد الزيارة ورد الزيارة يوم واحد إن شاء الله في حفل التعبير اللي حيتم الراحل الوزير العامل فاروق ده ده خلاص يعني أعتقد يعني أن الأمور يعني مشى في الاتجاه الصحيح العلاقة بالناديين وبين مجلسات الناديين وحتى يعني الوسطاء يمتنعون لو ما كانوا بيستفيدوا من الخلاف الدائم دوت والخرج عن النص الدائم اللي كنا بنشوفه دوت يعني همرنا بظرف صعب جدا جدا لفترة تزيد على السبع سنوات يعني كان شكلنا وحش جدا وعدت على خير الحمد لله الحمد لله نتكلم عن الدوري المصري في ثوبه الجديد رأيك فيه إيه؟ هو الحج عامر حسين ظالم ولا مظلوم يعني جاني ولا مجني عليه بجد بص حدثك أولا حكاية أن الدوري بمدر واحد ومش عارف تمن فرق يلعبوا على المركز الأولى وتسعة فرق وتسعة فرق وتسعة تانيين اللي لعبوا على الهبوط ده قرار تأخر كتير وكان لازم يدرس قبل ما يصدر ويتقعد لجانب فنية ويقعد من دوبين من الأندية وننقش القرار ده لازم الكلام ده يتم من ثلاثة أربعة سنين من ساعة أزمة كورونا وتأجيل الدوري بدل ما احنا أولا احنا عندنا أجندة جاية كارثية كاسعلم الأندية دورة العام أولومبية في الصيف 24 تصفيات كاسعلم تصفيات أمم أفريقيا 25 كاسعرب 25 يناير 25 أو ديسمبر 24 دوري أبطال أفريقيا وكونفودرالية كاسعلم للأندية 25 يونيو 25 ومعاعد محترح دلوقتي إن كاس الأمم الأفريقية تلعب في يوليو أو في نهاية يوليو 25 يعني نختلع من كاس العالم عشان ما اتعارضش مشاركة الأهلي والأندية الأفريقية والأندية الأوروبية والأندية اللي عندها لعبة محترفين وبيلعبوا في انتخابات مع كاس الأمم كل ده عندك أجندة صعبة جدا وأندية تشارك في أفريقيا ودوري وكاس وصوبر بطريقة بأسلوبه الجديد دوات اللي هو أربع فرق كل ده عندك أجندة في 25 و25 مليانة بالأحداث الرياضية والارتباطات الدولية والمحلية فكان لازم التفكير ده من زمان عشان كل موسم نقول هنخلص في يونيو ويمتد الأغوستس بتقول هابا قرار التأخر كتيرا هو لسه مقترح برضا لا لا كل سنة مقترح ولا جالس نبت لا 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 بص كل سنة يقولوا الكلام ده وبعدين القدية ترفق يعني السنة دي قبل السنة دي قبل الموسم ده منطلق كان اقترحوا دوري من مجموعتين من مجموعتين ومن غير ما يعودهم على الأندية الأندية اللي تنم مش هنلعب من غير ما حد يقعد معاهم كله بعد مش هنلعب كان لازم نجيب الأندية ونجيب لجان فنية وناس والجهاز الفني المتخب ونقعد ونحط الأجندة وحاج عامر بقى يحط لنا الأجندة ويشوف التوقفات امتى والارتباطات الدولية امتى والأندية ايه ونحط جدول ونشوف الجدول يمشي ازاي عشان ما نقولش في البداية تفتكير هيتطبقت الموضوع ده بداية من موسم الجديد ممكن فعلا لازم يتطبق دي سنة استثنائية تتوقع الأهم بقى انه الأندية توافق لازم توافق لازم توافق بس يتعمل بشكل متميز عشان ما بقاش فيه تأجيلات ونحترم كل التأجيلات الارتباطات الدولية والكلام ده كل عشان ما بقاش فيه تأجيلات تاني ويبتدي في عشرة او في تسعة ويخلص في ماي عشان ننهي بقى الأزمة دي ويبقى فيه راح على اللاعبين اللاعبين بقى لهم خمس سنين ما رايحوش ودي مأساة وقصرت على المنتخب أنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا يا فهندب ربنا خليك سعادة بشكركم بشكركم مشاهدينا بشكركم شكرا جزيلا تصبح على خيام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة